السؤال الأول هل ما يحصل لنا في هذا الزمان هو الوهن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أي حب الدنيا وكراهية الموت نعم طيب ما اللي احنا عايشينه ايه ان احنا زي الفل في ناس طبعا وهمة نفسية ان احنا زي الفل او احنا حسنا مرغيرنا تقول لك لا لا والحمد لله تنقض جماعة ولا تنقض تنظيم ولا تنقض دعوة ولا تنقض كيان ولا تنقض حزب لا الناس الناس اللي بتموت دي ومش حد اش عارف يزورها كل واحد يقول لك لا ادينا زي الفل يقول لك زي الفل ده بيأكله نعامه بيض نعامه وكباب جي وبتاعه يروح يكمل حياته الناس اللي فرحانين بالحاجات دي يروح يأكلوها جوه يأكلوها ربنا ياخدهم استدانى شخص مني مالا ولم يستطع ان يوفي الدين فهل اسقط عنه الدين فهل اسقط عنه الدين واعتبر من الزكاة له هذا خلاف بين الفقاء هناك من يمنع ذلك لان الزكاة اشترط فيها النية ومنهم من لا يمنع ويرى جواز ذلك فلا مانع وانا نفتي في هذه الحالة بالجواز اذا كان الشخص فقير ومعدم ولا ان يستطيع ان يسدد الدين تمام جزاكم الله خيرا